في زيارة مفاجئة قام بها وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة محمد هنو إلى المحطة الأمنية لأفراد قوات هماية البيئة الواقعة بمنطقة لاماجي عند المدخل الشمال للعاصمة الجمينة تأتي هذه الزيارة بسبب العمال التخريبية التي يشهدها القطاع البيئي هذا الدمار الذي يحدث نتيجة لبعض التصرفات والأفعال السيئة التي تصدر من طرف بعض المواطنين الذين لا يخشون قطع الأشجار الخضراء ما رفع مستوى غضب الوزير هو عملية لا مبالاة التي يظهرها أفراد قوات هماية البيئة إزاء هذه الحالة إلى جانب ذلك شدد وزير البيئة بأن القرارات التي اتخذت العكومة لمنع عملية قطل أشجار ما زالت هذه القرارات فعلة لذا فنحن ندعي الجميع بالتوقف عن هذه العمال التي تضر بالمهيط البيئي